أهلا بكم عين الحلوي يملأها الدمع وتنضح بالحزن مع استمرار المعارك التي تبدو عصية على اتفاقات وقف إطلاق النار لليوم السادس على التوالي في الواقع الميداني هدوء حذر في المخيم منذ فجر اليوم بعد ليلة مجنونة كانت الاشتباكات فيها على غاربها وكما في كل جولة قتال لم تنحصر شظايا الاشتباكات داخل عين الحلوي بل طولت مواقع للجيش اللبناني وأحياء في قلب مدينة صيدة وفي إطار المساعي الهادفة إلى احتواء الوضع المتفجر في المخيم كان اتصال من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبلغه بذل جهود لوقف ما يجري وتهدئة الوضع في المخيم بالتعاون مع المجرعيات الفلسطينية كما أكد الرئيس بري الهنية حرصه على أمن واستقرار المخيمات والجوار في الشأن الداخلي عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة أخرى على نية مشروع موازنة العام 2023 الجلسة التي تناولت أيضا بنودا أخرى التأمت على إقاع بلبلة وجدل واسع حول دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى اجتماع وزري في الصرح البطرياركي بالدمان وفي الوقت نفسه تفاعلت مطالبة ميقاتي مجلس النواب بالتقدم باقتراح قانون لإقراض الحكومة من احتياطي مصرف لبنان بعدما كان قد تعهد لنواب حاكم البنك المركزي بتقديم مشروع حكومي بهذا الخصوص الأمر الذي أثار استياء نيابي من رمي الكرة في ملعب البرلمان ذلك أن مجلس النواب لا يملك أن يقدم تعهدات نيابية أو عن الحكومة بإعادة ما تقترده هي من مصرف لبنان لأنها هي المقترد وهي من يجب أن تقدم تعهدا والتزاما له برد ما ستنفقه وفي هذا الإطار الضبابي طلب ميقاتي اليوم من وزير المالية إجراء الاتصالات اللازمة لتسهيل عمل حاكمية مصرف لبنان وإيجاد الصيغة المناسبة لإقرار ما يجب إقراره في أسرع وقت وأن يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة باعا وفي هذا الصياق نفت السراي أن يكون رئيس الحكومة قد كلف الوزير يوسف الخليل إعداد مشروع قانون للاقتراض في الشأن التربوية خرج الوزير عباس الحلبي من جلسة مجلس الوزراء ليزف بشرى إدخال أكثر من 950 من الأساتذة المتفرغين والمعيدين في الجامعة اللبنانية إلى الملاك كما أعلن عن جلسة خاصة للمجلس حول تحديات العام الدراسي المقبل طاقت في 17 من الشهر الحالي